موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بالمتابعين الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الدستور المزمع الاستفتاء عليه في الفاتح من نظمبر 2020 طبعاً نواصل الحديث عن ما بدأناه في الفطرة الماضية ودعونا بكل وضوح وبكل صراحة إلى ضرورة رفض هذا الدستور لأن هذا الدستور بلا أدنى شك فيه إيجابيات كثيرة ولكن فيه سلبيات خطيرة وأهم هذه أو أخطر هذه السلبيات تتعلق بازدواجية اللغة الرسمية تتعلق أيضاً بتخصيص مناطق معينة من دون أن يسميها بقوانين خاصة وهذا يعني تمهيد إلى حكم فيدرالي ستصل له حتماً وخاصة أن المناطق المقصودة هي التي تتواجد فيها حركة انفصالية معروفة أيضاً فيما يخص قيم الدولة الجزائرية وهويتها فيما يخص علمنة الدولة وفيما يخص دور المساجد ودور المدارس فيما يخص تاريخ الجزائر فيما يخص الكثير من الأمور عن الدولة الجزائرية لذلك أن نقلنا وأكدنا على أن هذا الدستور فيه لغم كبير فيه مادة مادة مسمومة زرعها بوتفليقة على طريقته وورفها للأجيال وقلنا أنذاك عندما زرع هذه المادة قلنا بأن بوتفليقة جاء لينطق من الجزائر وأنه في نهاية حكمه سيترك أشياء ستكون بلاء على الجزائر ومن بين هذه الأشياء هي مادة هذه التي أدرجت التمزيغث أو ما سماها التمزيغث كمادة رسمية وطنية للدولة الجزائرية وطبعاً لسنا ضد هذا المكون الثقافي في المجتمع الجزائري فهو موجود موجودة الشوية موجودة القبيلية موجودة المزابية موجودة الترقية كلها مكونات ثقافية في المجتمع الجزائري تستحق أن تحترم تستحق أن تعرض كثقافة موجودة في المجتمع الجزائري ولكن أن تغدو لغة رسمية ذرار أو توأم أو سميها ما شئ للغة العربية التي هي لغة رسمية للدولة الجزائرية أعتقد بأن هذا خطأ جسيم وخطر على استقرار الدولة الجزائرية فنجد في فرنسا لهجات كثيرة محلية ولكن لا نجد في دستورها إلا اللغة الفرنسية لغة رسمية للدولة الفرنسية ولا يعني أنهم ضد هذه المكونات الثقافية الموجودة في المجتمع كثيرون أرسلوا لي وسألوني ما هو موقف الرئيس لننظر إلى الرئيس بحيادية من حيث المبدأ دائما نؤكد أنه لا شك لنا في شرعية الرئيس لأنه تم انتخابه بغض النظر عن نسبة المشاركة بغض النظر عن المظاهرات التي كانت في الشوارع بغض النظر كل هذا الفيصل هو الصندوق فالذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قالوا نعم أم لتبون لو ذهبوا إلى صناديق الاقتراع واختاروا غيره لكانت النتيجة غير ذلك المهم موقف الرئيس المعطيات أولا أعيد وأكرر وقلت ذلك عدة مرات أن الرئيس بالنسبة للمدة التمزيغ ما الذي أمامه تجاه هذه المدة إما أنه يحذفها ويشطبها بمرسوم رئاسي أو أنه يلغيها في تعديل الدستور في التعديل الدستور لن تجد هذه المادة أو أنه يقدمها إلى الاستفتاء ويطرق الشعب هو الذي يرفضها أو أنه يمررها في التعديل ويعمل ويبذل ما في جهده من أجل أن تمر في الدستور من خلال إقناع الشعب الجزائري به نعم نأخذ هذه النقطة الأخيرة لو أن الرئيس أراد تمرر هذه المادة لماذا لجأ إلى الاستفتاء وكان يستطيع أن يمررها عن طريق البرلمان كان يستطيع حتى إذا كان فيه عنده حرج من البرلمان كان يستطيع حل البرلمان ويندير برلمان أخر ويمرر فيه المادة ويمروا عادي وبدون أن ينزلوا الاستفتاء لماذا اختار الاستفتاء هناك من يقول أنه اختار الاستفتاء ليكون هذا الدستور قوة شعبي نعم أنا معك وهناك من يقول أنه يعتبره استفتاء ثاني لشرعيته واختار أول نوفمبر لدللات تاريخية وهي دعوة للجزائريين للمشاركة هناك من يقول هذا الطرح وهناك أيضا من يقول أن الرئيس لا يمكنه أبدا أن يتخذ أي إجراء تجاه هذه المادة لا يستطيع أن يصدر مرسوم ولا يستطيع أن يلغيها لأنه سيجد نفسه وستجد الدولة الجزائرية أمام حملات شعواء من طرف لوبهات خارجية خاصة في فرنسا وتحت قضية حماية الأقليات تحت مثل هذه البنود ستجد الجزائر نفسها في وضع ضغط كبير هناك أيضا من يقول أنه يمكن تخوفات من تحرك الشارع القبائل وهناك من يقول أن هذه التخوفات غير واردة إطلاقا خاصة نذكر في فطرة حياة الجيد صارح كيف منع الراية التي يحملها هؤلاء فكيف منعها وكيف اتخذت إجراءات ضدها لمنعها تحدي ودون خوف من أي طرف أمر الآخر أن هذا الاحتمال غير وارد أن هناك مظاهرات ما زالت قائمة أيضا في منطقة الطبائل لو لم يكن هناك وباء كورونا لكانت شوارع تزيوز وبجاية ما زالت تتظاهر ضد الرئيس إذن ما هي الحسابات التي أرادها الرئيس حتى دعوت الدستور هو حقيقة وعد بدستور وتذكرون في خطابه الأول كيف وعد الدستور وكرر عدة مرات وهو أنه قول سيكون هناك دستور معناها أنه ينوي يكون فيه دستور بالمواصفات التي تحدث فيها ولكن هل هذا هو الدستور الذي تحدث عنه الرئيس أو أنه ينوي دستور آخر أو شيء هذا القبيل هذا غير واضح المعطيات تقول إما أن الرئيس يريد حقيقة تمرير هذا الدستور ولا أعتقد أنه فيه رئيس جمهورية يريد تمرير دستور أولا في ظل وباء كورونا ثانيا في ظل شارع منتفض وشارع ما زال يغلي منذ 2019 حتى وإن كانت تراجعة المظاهرات ما زالت يغلي أمر آخر أن البرلمان في الوقت الذي كان أنا الحديث جاري في المحاكم حول الفساد في البرلمان هذا الدستور يتم تمريره بالبرلمان أن بعض الناس يقولون أيضا اختيار الورق الزرقاء للا اشتهر الناس اللي ذهبوا إلى انتخابات 12-12 أعش بأنهم أصحاب بصبع الأزرق بعض الناس يقول يقول بأنه كل هذه الحيثيات لا أعتقد أنه رئيس يريد تمرير دستور يختار هذه الحيثيات القاتلة أولا ستخدم ستخدم خصومة بلا أدنى شك ستعتي قوة أيضا إما أنه في ظل أصل عزوف مزال الشعب الجزائري عازف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هذه حقيقة وشاهدناها في الانتخابات الرئاسية نعم في الانتخابات الرئاسية السابقة في 12 ديسمبر 2019 كيف كانت نسبة المشاركة ضعيفة يعني ماذا ليست قوية أيضا الاستفتاء جا في زمن كورونا هنا أصلا الشارع عازف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع وأمر آخر زيد لوباء كورونا يعني رح تمشي أقلية إذن لماذا الرئيس اختار إذا كان هذا الخيار هو ما اقتنع به الرئيس والرئيس مقتنع بالدستور ومشى في هذا الخيار والله لا أجد تعليه إما أن الرئيس غير واعي بحقيقة ما يحدث في الشارع وليست له وديه معطيات أو أن هناك الجهاد تريد أن توقع الرئيس في فخ أو شيء من هذا القبيل أو أنه جهاد أقلية تختار في مثل هذه الأمور حتى الناس تعزف عن الانتخابات وتمر أقلية فقط وتقول نعم للدستور لأنه في ظل هذا الوضع معناها اللي رح يروح للدستور رح يروح للإستفتار رح يقول نعم وإذا قالوا نعم يمر الدستور في طريقة صامتة وفي ظروف وكذا 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 المهم يجري تمر الدستور حتى تنتقل الدولة إلى مرحلة معينة لأنه نحن ندرك نعرف نفسية المسؤولين الجزائريين يراهنون دائما على عامل الزمن يراهنون على عامل الزمن يقول لك خلاص كيف يفوت الدستور مثل ما فاتت الرئاسيات خلاص يفوت الدستور كيف يفوت الدستور الناس رح يجي أزمات أخرى وجيي ظروف أخرى لن ندري بهية المهم سنتمه مع أي ظرف سياتي إضافة إلى ما ذكرنا سابقا أيضا اختيار أحمد العرابة المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة هي الدستور تتواصل في أسبوعها الرابع والتي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحية بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفريقة وهذا مع عدد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والأساتذة الجمعيين والكفاءة الوطنية كما يستقبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحية بروفيسور في القانون العام بجامعة الجزائر أحمد العرابة أحمد العرابة هو معروف تمت استشارته وكلكم شاهدتوا صوروا معه ويحية وغير وغير بل أن الحديث يجري على أن الدستور الذي قدمه مع بعض الإضافات البسيطة هو دستور وكان حضروا إلى السعيد بوتفريقة الذي تم وعد في نهاية العهدى الخامسة تمرير العهدى الخامسة سيكون بوتفريقة يدير دستور جديد أن هذا هو دستور دستور بوتفريقة إذن كل هذه الحيثيات تقول أنها تمشي ضد مشاركة الجزائرية في الاستفتاء كل هذه الحيثيات تنفر الجزائريين من الذهاب إلى صندوق الاقتراع إذن إذا كان الرئيس يدرك بأنه يريد تمرير الدستور بهذه الطريقة أعتقد بأن الدولة الجزائرية ستمر إلى مرحلة ثانية مرحلة عرجاء مرحلة لا يمكن أبداً أن تبنى فيها جمهورية جديدة بل هو استمرار إلى جمهورية سابقة ستجد نفسها مرة أخرى في مواجهة الشارع في ظل التحديات القادمة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في مثل هذه الأمور أمر آخر أن الرئيس كما قلت يريد أن يتخلص من هذه الأمر من هذه المادة التي تعتبر لغم حقيقي أحسن شيء في تفجير اللغة هو أن ترفس عليه وترفس عليه بهذه الطريقة عن تعطيه ترميه للشارع الجزائري للشارع الجزائري وتهيأ له كل الظروف التي تخليه يقول لا إذن هنا الأمر يتوقف على مشاركة الجزائري أنا سأحسن الظن برئيس الجمهورية وأقول أنه لا يمكن الرئيس الذي وعد بجمهورية جديدة أنه يمرر يريد تمرير هذا الدستور في ظل الظروف التي ذكرناها سابقا إذن أن الرئيس يريد أنه يتخلص من هذا الدستور وأن الرئيس يريد أن يذهب مجدداً إلى حل البرلمان وبعد ذلك كتابة الدستور عن طريق البرلمان عن طريق البرلمان وكذا وكذا أنا أعتقد أنه إذا كانت هذه نية أيضاً هذه نوع فيها نوع من الغلط لأنه أنك تنفق الأموال وتعرف الاستفداء ماذا سيكلف خزينة الدولة كلها وتذهب وتخلي دستور سيرفض بهذه الطريقة والوقت الذي ضاع ضاع الظروف التي تمر بها البلد وأسعار النفط ومثل هذه الأمور والأزمات التي تمر بها البلاد وانت تطروح بهذه الطريقة الملتوية حتى تتخلص كان من الممكن كان من الممكن جداً أنه الرئيس يتخذ قرار حل البرلمان وبعد ذلك حل المجلس الأمة الدعوة إلى انتخابات برلمانية وتشريعية نزيهة تكون انتخابات بمعنى الكلمة البعض الآخر يقول لك أنه لو دعا إلى هذه الانتخابات في ظل هذا الاحتقان القائم لن يكون هناك برلمان بمعنى الكلمة ما زالت الشكارة مسيطرة على الشارع ما زالت ما زالت الشارع عازف عن الانتخابات نفس الشيء ستكون هناك أقلية ولكن عندما تدعو إلى استفتاء ودستوري وبعد ذلك يذهب الجزائري إلى صناديق الاقتراع ويقول لا للدستور وتمر إرادة الشعب هذا سيكون ملهم مستقبلا إلى إعادة الجزائريين إلى صناديق الاقتراع أمر آخر يعطي مشروعية لرئيس الجمهورية أنه فعلا يخدم الشعب الجزائري وأنه عند إرادة الشعب الجزائري عندما قال الشعب الجزائري لا وانتخابات شفافة ونزيل إذن هذا هو الشيء الظهر نحسن الظن هذا يتوقف على إرادة الجزائريين لو تدبع صفحات التواصل الاجتماعي تجد جزائريين أغنبيتهم يرفضوا هذا الدستور إذن رفض هذا الدستور ما يجب عبر شبكة التواصل الاجتماعي فقط بعد كثير من الناس يرفضوا يكتب تعليق لاني الدستور وصباح الاستفتاء يصبح حراقا لا إذا كانت أنت رفض هذا الدستور يجب أن تشاركوا بالقوة يجب أن نؤكد على أمر هام في هذا السياق أن فلول العصابة والانفصاليين الذين هيمنوا وصطوا على الحراك الشعبي واستولوا عليه يريدون تمرير هذا الدستور عن طريق التشكيك وفيه عن طريق التهم بالتزوير عن طريق رفض شرعية التشكيك في شرعية الرئيس ومثل هذه الأمور حتى لا يذهب الجزائريون إلى صندوق الاختراف وهذا خطأ كبير إير أنت الذي ترفض عن نزع الانفصالية تنرفض فلول العصابة وتتصدى لها عليك أن تذهب إلى صندوق الاقتراع وتقول لا للدستور هنا تثبت وجودك أما أن تستمع إلى هؤلاء هم فقط يقومون بمهمة والأيام بينهم ولكن يجب أن نؤكد على نقطة مهمة أنه في حال تمرير الدستور بهذه الطريقة ونجحت هذه المجموعات في تضليل الجزائريين وجعلهم يعزفون عن الذهاب إلى الاستفتاء ستندمون الندم سترون كيف يغيرون جلدهم وكيف سيغيرون مواقفهم وكيف سيسعون للسيطرة على دوليب الدولة البعض يتحدث على أنه هناك تركة الجايد صالح بدأت تحتذر الحقيقة أقولها كل ما يقال على أن هناك انقلاب على تركة الجايد صالح من طرف المؤسسة العسكرية كل كلام كلام مواقع وكلام شبكات التواصل الاجتماعي توقيف أشخاص كانوا مقربين منه لا يعني تركة الجايد صالح أنها صارت مهددة لأنه تركة الجايد صالح هو هذا المصار لكن أقول الجايد صالح رحمه الله كان يقول لمقربين منه أنه عند انتخاب رئيس الجمهورية سيدعم دستور للجزائر دستور جديد دستور جديد للدولة الجزائرية وكان يقول لهم المادة التي زرعها بتفريقها لن تكون لن تكون لم يفصح كيف سلن تكون ولكن هذا الذي كان يقول وتشير بعض المعلومات أنه قال ذلك للرئيس تبون قبل تنصيبه عندما التق معه لقاء خاصا بعد الإعلان عن الرئاسيات تقول المعلومات على أنه قال له الدستور ما يجب أن تكون فيه تلك المادة التي زرعها بتفريق هذه مصادر من شخصيات الآن راحت للتقاعد وكانت مقربة من الجاي صالح وكانت في مكتبه أصلا هذا الكلام الذي وردنا إن كان صحيحا فالأشخاص الذين قالوا ما نعرف عنهم إلا الصدق وإن كان غير ذلك الله أعلم أنا أنقل ما قيل لي من بعض المصادر ولكن في حال تمرير هذا الدستور هل بدأت تركة الجايد صالح مهددة حقيقة أقول إذا تم تمرير هذا هذا الدستور أعتقد بأنه بدأت تركة الجايد صالح مهددة بالانقرار والناس الذين التفوا حول هذا المسار يجدون أنفسهم في مسار جديد في مسار جديد إذا كان الجايد صالح كان يريد الدولة الجزائرية في إطار مبادئ أو نوفمبر لغتها ولسانها عربي فقط ودينها الإسلام هذا الآن سيجد نفسه أمام دستور آخر تماما هذا الدستور يسمح بتعدد الديانات ربما سيأتي اليوم ونجد أنفسنا أن الإسلام ليس وحده دين الدول إذن إذن على الجزائريين إنقاذ المسار كيف سينقذ المسار إنقاذ المسار بالذهاب إلى صندوق الاقتراع وأنك تنتخب أو تذهب إلى الاستفتاء وتقول لا للدستور فأنت ستحرر الرئيس من هذه المادة أمر آخر ستضع لبناء حقيقية لبناء الجمهورية الجديدة حيث سيفرض حل البرلمان سيفرض كثير من الأمور ستفرض تغييرات في الحكومة إذا أردت أيها الجزائري أن يكون لك وزراء من طراز كبير عليك أن تبدأ من هنا قلت نعم للرئيس ليس لكثيرون أنا أقول وبوضوح الكثيرون الذين قالوا نعم للانتخابات لم يذهبوا فقط للانتخابات من أجل برنامج تبون ولا شيء كانوا من أجل برنامج هذا المسار الذي أعلنه القيسار إذن برنامج القيسار هو الذي مر وليس معناها برنامج القيسار معناها برنامج المؤسسة العسكرية في ظل في المسار الدستوري الذي يفضي إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى الجزائر تخرج من إطار الفراغ الدستوري وبعد ذلك يأتي تنفيذ المشاريع المتمثلة في دستور للدولة الجزائرية حل البرلمان وكذا وكذا ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ولكن إذا أنت أجهضت هذا المسار بالسماح لتمرير دستور العرابة الذي هو دستور بتفليقة والذي هو دستور يحمل في طياته ما يهدد الهوية الجزائرية وما يهدد وحدة الطرابية الجزائرية وما يهدد أصلا قيم الدولة الجزائرية وما يهدد حتى بيان أول نوفمبر الذي اندلعت بفضله بعد الله تعالى الثورة الجزائرية التي حررت الجزائرية نحن لا نتكلم هذا كلام عاطفي أنا نتكلم كلام عقلاني هذا الذي يقوله الدستور هذا الذي يريده القائمنا خلف الدستور وأؤكد بكل وضوح أنه في حال تمرير هذا الدستور فتأكد أيها الجزائريون أنه بدأ تصفية التركة التي دافع عليها القيد صالح في إطار تأييده للحراكة الشعب الأصيل الحقيقي الذي اندلع في فيبري 2011 وليس الحراك المزيف الذي تقوم به مجموعات متطرفة من بقايا الإرهاب وذات النزع الانفصالية التي تحقد على الجزائر والتي تريد الفوضى للجزائر الكثيرون يتحدثون ويسألون هل سيزور الاستفتاء أنا أقولكم بكل وضوح إذا ما ذهبتم إلى صناديق الاستفتاء فأنتم لا ستسمحون لأقلية تقول نعم للدستور وتمرر عليكم الدستور وبعد ذلك ما كانش فيه ديكم وديروا عمامكم خيار بعد ذلك أنكم تخرجوا من جديد إلى الشارع وهذه عواقب وخيمة ما تخوفنا منه من قبل العام الماضي سنجد أنفسنا أمامه مرة أخرى هذا حتى تتجنبوا هذا الخيار المر اذهبوا إلى صناديق الاستفتاء قولوا لا لهذا الدستور هنا أولا جنبتم صدام في الشارع أمر آخر جنبتم أقلية تفرر أجندتها على الأغلبية لأنه بعد ذلك ستأتي مراحل أخرى سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهتها والأيام ستثبت ما نقول أما إذا كان ستزور إذا كان لجأت الحكومة إلى تزوير الانتخابات فهي حفرت قبرها بنفسها لأنه إذا كان أول استفتاء يحدث في عهد الرئيس تبون الذي جاء في ظل حراك شعبي تاريخي ضد نظام بوتفليقة ويلجأ إلى التزوير أعتقد بأنه أعاد لنا بكل وضوح الفطرة البوتفليقية وفتح أبواب الجحيم على الجزاء ولا أعتقد بأنه هذا وارد أبدا ولا أعتقد بأنه هذا وارد أبدا هذا أمر ولا يعني الثقة المطلقة أنتم أيها الجزائريون عندما تذهبون إلى صناديق يجب أن تلتفوا ويجب أن تلتحموا وتتشكلوا لجان على مستوى الدوائر على مستوى البلديات على مستوى الولايات هذه الدوائر الناس كلها تروح خاصة الرافضون للدستور شكل منظمة للمجتمع المدني مثلا جزائريون رافضون للدستور وهي التي تجمع أسوأ الناس الذين قالوا لا والأرقام وتعمل وفق هذا هذا إذا تم أي مساس بهذا بالنتيجة أيجا في هذه الحالة أعتقد بأنه سندخل في دوامة أما يجب أن يحرص رئيس الجمهورية أن لا ندخل إليها لأنه في هذه الحالة حتى إن كانت هناك أطراف داخل السلطة لأنه أقولكم خيوط العصابة ما زالت متجدرة موجودة حتى في الحكومة موجودة في الرئاسة والتطهيرها تطهيرها لا يمكن بين عشية مضوحها ربما هؤلاء تريد أن تتربص أعتقد بأنه إذا فعلت ذلك فقد غدرت بالرئيس ووضعته في فم المدفع أمام الشارع أما إذا مر الاستفتاء بطريقة النزيهة وهذا الذي نتوق إليه أعتقد بأنه مصير يتوقف على المشاركة الرافضون لهذا الدستور يذهبون بقوة إلى صناديق الاقتراع ويقولون لا وكل واحد عليه أن يوعي يعني ينشر هذا الوعي في عائلته والده والدته خاصة أنه الشيوخ الكبار ماذا ينظروا ينظروا إلى أي شيء أتم الرئيس لا يجب أن نقول له لا لا فهموهم فهموا والديكم فهموا أمهاتكم لأنه هذه نسبة كبيرة فهموا الناس اللي أميين في المجتمع الجزائري أنه عندما تقول لا للدستور فأنت لست ضد رئيس الجمهورية أنت الرئيس الجمهورية راه عمل الدستور يكلف لجنة عمل الدستور قدمه لكم وهو قال لكم إذا رفضتوه راني معاكم نعم إذا رفضتوه راني معاكم هو قال هكذا الكلام إذا أعطالكم لكم أنتم الخيار إذا قلتم لا فأنتم لا تقولون لا للرئيس تقولون لا للدستور وبذلك أيضا تقدمون خدمة قوية له ليس تجعله يتخذ الكثير من القرارات المستقبلية أما إذا كان ما عملتوش هذا العمل وكل واحد ما اكتفيلي في صفحة الفيسبوك يعبدلي في البروفايل تعالى ولا ينشر الوعي في عائلته ولا ونن يذهب ويصبح نهار أو نوفمبر سيصبح راقد أعتقد بأنه هذا خطأ جسيم سيمكن أقلية على حكم أغلبي حقيقة أن هناك من يسألون هل الحراك مستولى نعم الحراك تم الاستيلاء عليه الحراك استولى عليه استولوا عليه أولئك الذين أسميهم بقايا عن طرز وابري من جماعة الإرهاب الذين كانوا يدافعون على الجياة في التسعينات والذين تحالفوا أيضا من جماعة الماك الانفصاليون والإرهابيون أو بقايا الإرهاب هم الذين استولوا ولكن يجب أن نؤكد على أمر هام حتى لا نعمل أنه يوجد في الحراك من الجزائريين الذين لديهم وطنية كبرى ويخافون على الجزائر وليست لديهم ثقة في السلطة وما زالوا يريدون الضغط على السلطة لأن حقيقة الحراك لو بقي في إطاره الذي كان عليه في فيفري وتمت له واجهة صناعة له واجهة حقيقية سواء من السياسيين ومن النخب لكان ورقة ضغط حقيقية على السلطة يخليها تستجب بسرعة وبقوة أكثر إلى مطالب الجزائرين ولكن عندما تحول إلى مطالب راديكالية إلى مجموعات أخرى لديها أهداف أخرى غير أهداف الجزائرين أعتقد أنه أصبح نقطة ضعف لذلك استرجاع الحراك من هؤلاء سيكون قوة وكيف سيتم استرجاع هذا الحراك أؤكد لكم أن الجزائريين عندما يذهبون إلى صناديق الاستفتاء ويقولون لا ويرفضون ويتمكنون من عدم تمرير هذا الدستور هذه لبنة جديدة لاستعادة الحراك الشعبي وتحريره من هؤلاء الذين هيمنوا عليه ويستغلونه لحسابات خارجية ولأجندات خارجية ولمشاريع الفوضى الهلاكة التي تدمر الأوطان ولا تخدمها فيها إخوة سألوني هل السلطة تنوي تعديل الدستور مستقبلا؟ نعم المعطيات تقول هكذا تصريحات العرابة أحمد العرابة الذي كتب الدستور والذي قال بأن عناصر الهوية ستختفي مستقبلا من الدستور هذا معنى كيف ستختفي؟ إذن سيكون تعديل إذن أكاتب الدستور نفسه يؤمن إيمانا قاطعا أن هذا دستور مؤقت وهذه الكلمات أثارت ضجة عارمة في الجزائر أيضا ترقية المادة الرابعة التي تحدث عن ترقية التمازيخ يعني أن الدولة تعمل على ترقية هل سيبقى هذا الدستور طول العمر هي الدولة تعمل على ترقية هما هي وصلت ورقتها ودرت لها حروف ودرت لها قواعد ودرت لها كتب ودرت لها مؤلفات وكذا وكذا ومبعد إذن لجب تنحي على تتوقف عن الترقية أم تقعد الترقية طول أم أن السلطة عارفة بأنها عمرها ما تترقى ستبقى كما هي لأن المشكلة الأساسية أن هذه المادة تستعمل لأسباب سياسية وإديولوجيات مستوردة وليس من أجل طراث ثقافي في المجتمع نعم هذه الحقيقة ودائما أنا أقول أنا شاوي وأعتز بشاويتي ولكن يجب أن نفهم شيئا أروح إذا كانت تريد هذه اللهجات تكون لغة وطنية أعطوني شوية كتب ألفوا بهذه اللهجات أعطوني مكتبة من قل لكم سأعطوني دولة أو أعطوني جامعة في العالم تدرس بها أعطوني مكتبة مكتبة بقد ألفت بها هذه الكتب ألفت فيها مؤلفات بهذه اللغة حتى حتى روايات ما فيش أنت تدستر لغة غير موجودة أنت تدستر لها جات ممزقة ومتفرقة ومتناقضة ومختلطة بلغات أخرى وليست لديها حتى حروف متفق عليها وتريد دسترتها كلغة رسمية وهي غير موجودة أوجدها أولا وبعد ذلك دستر كما قلت من قبل أنه كان من المفروض أن يتكون هناك انتخابات برلمانية من البرلمان يتم تعيي اللجنة هذه اللجنة هي التي تكتب الدستور وتعده وهذا الدستور يجب أن يكون في أغلبيته مواد صماء لا يتم تعديلها ربما تكون هناك بعض المواد التي يتم تعديلها في حالة الضرورة مع تطورات العصر فقط ولكن أن الدستور يجمعه هو توضع في كليات أساسية وليس التفاصيل التفاصيل تترك إلى رئيس الجمهورية من خلال المراسيم من خلال القوانين التي يتم تعديلها ولكن مبادئ الدولة وتسييرها وطريقة طبيعة نظامها وعلاقة الشعب بالسلطة وعلاقتها بمؤسسات الدولة ومثل هذه الأمور كلها وهوية الدولة كلها تكون مواد لا تقبل التغيير أما أنه قد خليلي ربع مواد صماء ولا خمسة ولا مجموعة من المواد وبعد ذلك تقول أن هذا الدستور كان تناوي أصلا تغيره مدام عاملة غير مواد يعني الدستور الرئيس القادم يجي ويبدأ يغير كما يحبه وخلاص نبق حياتنا كامل نحن ننتخب رئيس يجي تغيرنا الدستور هذا مستحيل نقدر ننطي إلى الأمام لذلك من المفروض أن يوضع دستور هذا الدستور موضوع من أجل أن يتم تعديله وهذا لن يخدم الجزائر في شيء كثير يسألون أن رفض الأمازيغية أو التمازيغ هي عنصرية لا يا عزيزي ليس أبدا عنصرية لما تقول أنهم لا يستحقون الحياة تستهدفهم في حقوقهم الوطنية في مواطنتهم في هذه الأشياء هنا العنصرية ولكن لما تقول أن هذا الطراث الثقافي هو عناصر من الهوية الثقافية المجتمعية يجب أن يحفاظ عليها من حق القبائل يهدر بالقبيلية ومن حق الشاو يهدر بالشاوية ومن حق كذا ولكن ليس من حقه أن يجعل الدولة تتكلم بهذه اللهجات فمن تخاطب الدولة ستخاطب العالم لا هذا ما هو منطقي هنا ليست عنصرية لكن البعض يقول أن كثير من العرب هناك عنصرية ضد القبائل وهذا ما يروج له الانفصاليون وأصحاب النزعة الانفصالية وهذا غلط وهذه غير موجودة لا توجد عنصرية حقيقية ضد القبائل هناك بعض العنصرية والعنصرية المضادة التي تأتي عبارة عن سلوكات فردية أنا كشاوي لساني عربي أقول القبائل إخواننا وهم جزائريين ونحن جزائريين الشوية إخواننا كلنا مكونات المجتمع الجزائري كلنا تحت راية الدولة الجزائرية بيننا عقد اجتماعي يتمثل في هذه الدولة هذه الدولة هي التي تمثلنا هي التي عندها لسان تتكلم به مع العالم وهذه الأشياء اللي عندنا ما نقول لكن البعض يروجه يقول لك لا أنت مثلا كاينة واحدة رئيسة حزب قالت أنا خليش بنتي تدرس هذه اللهجة وكذا 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 وهذه يعتبرها عنصري يعني نروحوا مثلا معطوب والناس وهو مطرب مغني قبائلي يسمعوا ماذا يقول نسمعت فقط ما يقول هل هذه عنصرية أو مش عنصرية يقول لك يقول لك تعال يا أحيان سيكون بأسكمة أنه يسرق أيضا أنا لا أعتقد أنه ليس لديكم ليس لديكم جاءً لأنني أعلم أنه أصدقاء هناك فرقاء من أمام المضاقين وليس لديهم لا أعبناء بعض الأراب لأنني لا أعبناء لأنه لا أعبناء وليس أنه لا يزال أمان ك Burger أنت لا ألابين في جولة العboاط على الاراج بريrait انتصار إنما هناك ليس من سبب السرب كيف ذ sprintتم mobile؟ الارج開始 أجل في الجولد إنهمك إن علجاب هناك لألزابي في اليوم هناك ليس في الفرحات اهلاً فرحاتنا مام على الاراج هناك ليس في الفرحات الاراة لاCA Cory haters في الخلق الأفريق النور لا يوجد بربر في ال؟رره في الآباب لا يوجد بربر فائد بربر نفي وجود مجموعة عل охرسل لا أقول أن الأمازيغ والبربر والقبائل والشوية غير موجودين لا موجودين ومكون أساسي في المجتمع الجزائري لكن فقط أقول أنه جعل ما يتحدثون به هو لغة وطنية رسمية لدولة هذا غلط ولكن هو ماذا يقول يقول ما فيش عرب أليست هذه عنصرية لو يجي واحد الآن ينتقد مع طلبل والناس ويقول لا أنا عربي أنا الآن شاوي ولكن يقول لساني عربي ويجيوا كثير يقولوا لا أنا عرب وموجودين كثير جدا حتى لو رجعنا أنا لا أريد أن أخذ في التاريخ لو خذنا في التاريخ لو وجدنا شمال إفريقيا يقول له عرب هذا إذا كلمنا بهذا المنطق وأنا لا أريد أن أتكلم بهذا المنطق ولكن ليجي واحد الآن ينتقد يقول له لا أنت عنصري خط أحمر وأنا ما حبيت نجيب ماذا قال عليه الإسلام وماذا قال كذا وكذا وكذا حتى اغتياله والتي هي جريمة بلا أدنى شك حتى اغتياله تم اغتياله في فطرة تعميم استعمال اللغة العربية تعميم استعمال اللغة العربية تم التظاهر ضده وقاد آية حمد الذي هو زعيم تاريخي بلا أدنى شك وانا اختلفنا معه في أمور سياسية كثيرة لكن يبقى رجل من رجال الثورة ومن التاريخ الذي لا شك في ذلك تظاهر ضد استعمال اللغة العربية ماذا لو يخرج الجزائريون الآن ويتظاهر ضد دسترة ما تسمى التنازيح سيتهمون بأنهم عنصري معناها أنت لما تتظاهر ضد لغة عربية وتنفي وجودها وتنفي وجودها في الجزائر أنت لست عنصري ولكن لما يأتي واحد يقول لك لا أنت موجود وأنا أعتز بوجودك وأنت مواطن جزائري بغض النظر عن اللهجة التي تحدث بيها وكذا وكذا ولكن الفرق أنه لا يمكن هذه اللهجات التي لا تحمل مقومات لغة أن نضحها لغة رسمية للدولة أعطت تهم عنصري وأنت ممارسة كلها عنصري تقول لي فلانا قالت من زوج بنتي هي وأنت أصلا لا تزوجها في الواقع أصلا كان مرحلة معينة ونعرفوها هذه المنطقة كانت ما تزوج بنتها الأرض وكالقصص لا تحصى ولا تعد عن هذه الظاهرة عنصرية لكن أعتقد بأن الخوف مثل هذه الأمور سيئة ما يجب أن يكون نتكلم بلغة عنصرية هذا شيء سيئ جدا البعض إذا كان يجي ويطعن في بايل ولا الشوية ولا غيره أعتقد بأن هذا سيئ جدا ويجب أن يكون يعاقب عليه القانون ولكن يعاقب عليه القانون بلا استثناء ما جيش أنت جيب لي واحد حطه لي رمز من رموز الجزائر رقم أنه يتكلم عنصرية ضد مكون كبير في الجزائر والعكس عندما يأتي واحد يقول أولى نفس الكلام حتى أقل حدة تعتبره عنصري وتعتبره يحرض على الكراهية الكيل بمكيالين هذا مذر أكثر مما هو نفر على كل حال حوصلة للأمر إخواني الكرام أنا أقول وأؤكد مرة أخرى وسأبقى أردد وأحفز الجزائريين على ضرورة الخروج إلى استفتاء رفض الدستور لأنه سيكون مذر للدولة الجزائرية حذاري ثم حذاري أن تجروا الذين يخادعونكم عندما الناس يروحوا للطرف الآخر الذين رفضين أصلا شرعية الرئيس يقولوا لا للدستور لا أرفضوا الدستور الدستور هذا مشبوه هو ليس هذا هو هدف هدف أن يبعدوا الناس عن صند يقرأ لا تتركوا أقلية تحكمكم لا تتركوا أقلية تذهب وتستفتي وتمرر عليكم الدستور وأنتم تتفرجون هذا خطر كبير إنني أقرأ أجراص الخطر على الجزائريين أن يخرجوا جميعا في الفاتحة من نوفمبر ويحرر الرئيس من هذه المادة يحرر الدولة من هذا الدستور يعيد من جديد بعث بيان نوفمبر أول نوفمبر عبر القول لا لهذا الدستور لا لدستور بتفليق الذي كتبه أحمد العرابة لا لهذا الدستور الذي يريد أن يجعل أقلية تتحكم في ثروات وتتحكم في خيرات البلد من دون أن يكون هناك تقسيم عادل وتكافأ للفرص لا الذين يؤمنون الذين آمنوا بمسار وبالمشروع الذي دعمه جايد صالح رئيس الأركان جيش الوطن الشعبي ونائب وزير الدفاع أيضا أن يخرج ويقول لا لدي هذا الدستور لأن تمرير هذا الدستور هي بداية تفكيك ما بدأ فيه الجايد صالح في فيفري 2019 وبذلك يتم الاستلاء كله ليس على الحراك فقط على مسار الدولة وتجد شعب الجزائري بأغلبيته خارج حسابات السلطة وخارج حسابات الذين يريدون أن يتحكموا فيها من خفافيش العصابة الذين لم يطالهم لحد اليوم من جب الحساب والعقاب شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير في مداخلة أخرى بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر иков